الشي اللهم بحكي أخ أمي جدو شفت شو اللي عم نصير هون كيف فينا نترك الخالة تروح وهي مريضة طيب شو نساوي منخبر ميتاي لا ما لازم نخبر ميتاي حاليا انت شفت شو صار بالبيت ابني حاول هاي المرة مشان هو يصير ياخد القرار بهذا البيت وكل العيلة عم تسمع منه وانا ما عد طالع بيدي اي شي صدقني يا روحي انا كنت عم افكر بمصلحة الكل بس هلأ حاسس انه كل شي خرج عن سيطرتي وما عاد الي تأثير لهيك روحي يا ابني وحلل من شكلي فيك تساوي اللي بتشوفه ما عاد الي سلطة على ولادي جدو طيب ليش عم تقول هيك؟ على القليلة اسمعني انا بس شو بدي اسمع منك يا سيد هارت؟ ليش انتي ما بدك تترك البيت؟ اه ايه انا رايح انا رايح لانه في مشاكل ما الا طعامي عم تصير هون اه حاليا كل واحد بهي العائلة عنده مشكلة مع التاني وبالاخر بيتظاهروا انهم مبسوطين بس بكل صراحة ما حدا بيعرف شو في بي راسهم وهذا قالئني خلص ما عاد فيني اتحمل يا جدو ما عاد فيني اتحمل ابني حتى بعد ما تسافر ما رح يتغير شي بهذا البيت وانا اكيد بدي ظل عايش هون بس انتي هلأ رح تروح ومع هيك اذا مانك مرتاح اروع على سنجافورة واشتغل هناك كنت بعرف انه جدي رح يزعى الوقت يعرف اني رايح على سنجافورة بس جدي زاهل كتير ومبين ماهور من قلبه امي شربي مي شربي مي بيتاي ناديلي سيد هارت ليش عم تقيلين لي احكي مع سيد هارت امي خبريني شوف خالتي امي شو صار شو بك انت مني حالي الو دكتور لو سمحت تعالي بسرعة الخالي رجعت انتكسي خالتي امي شبكي خديك هذا الدواء امي شوفاير معك خبريني رجاء يلا خدي يلا امي شو عمي وجعك امي امي خالتي امي امي شبكي خالتي ديري بالك على هذا